بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حاول حلال هذه المحاضرة من الدرس الثاني Energy Transfer and General Energy Analysis عرض القانون الأول للديناميك الحرارية أو ما يعبر عن First Law of Thermodynamics هذا القانون يسمى أيضا بقانون Conservation of Energy أو القانون المحافظة على الطاقة هذا القانون يبنى على أكثر من شيء فيعتبر أن Energy can be transferred from one system to another in many forces يعني يمكن للطاقة أن تنتقل من نظام إلى نظام عن طريق أشكال متعددة أيضا هذا القانون يقول أن الطاقة لا يمكن لها أن created or destroyed Energy cannot be created or destroyed يعني لا يمكن للطاقة أن تنتج أو تفنى فإذن The total amount of energy available in the universe is constant فلو أخذنا بالاعتبار هذا created or destroyed فيمكن اعتبار أن مجموعة الطاقة للكون ثابتة مجموعة الطاقة للكون ثابتة فهنا مثلا لو أخذنا هذا النظام وراح نقول أنه في بعض الطاقة التي تدخل من النظام وبعض الطاقة التي تخرج من هذا النظام Energy in and energy out فتغير الطاقة الجملية لهذا النظام تكون عن طريق تغير الطاقة التي تدخل أو تخرج من النظام فإذن يمكن كتابة هذا الأمر Do not change يعني تغير الطاقة increase or decrease زيادة أو نقصان للطاقة الجملية للنظام تكون The total energy of the system during a process is equal To The difference يعني تغير الطاقة الجملية للنظام تكون عن طريق The difference أو الفرق بين الطاقة التي تدخل للنظام Entering and الطاقة التي تخرج من النظام هنا نلقى المعادلة هذه Total energy entering the system الطاقة الجملية التي تدخل للنظام نقص الطاقة الجملية التي تخرج من النظام تعبر عنها بتغير الطاقة الجملية للنظام كتابتها هنا عن طريق المعادلات Energy in minus energy out in يعني input أو دخول out يعني output أو الخروج وتساوي variation or change or total energy سؤال هنا قبل ما ننهي المحاضرة هل من الممكن أعطائي لمحة تاريخية عن هذا القانون للديناميك الحرارية أو first law of thermodynamics بما يعني من اكتشف هذا القانون وسنتكم إلى غير ذلك من المعطيات عن هذا القانون شكراً قبل ما ننهي المحاورة جميونığımız جميون